بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله رجعنا لكم تالي مع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسناتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما حكم الذبح صدقة على روح المتوفى مع العلم بأن الذبح قد تم أثناء العزاء أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فلا مانع ولا حرج شرعا أن نذبح صدقة على روح المتوفى سواء كان هذا قبل الوفاة أو أثناء الوفاة أو بعد الوفاة يعني في بعض الناس يمتلوا ميت يقولك أنا مش هعمل عزة أنا هذبح ذبيحة ونوزع هذه الذبيحة صدقة على روح المتوفى خير وبركة لأنه خدوا بالكم العزاء اللي بيتعمل والصرادقات التي تقام للميت لا يعود النفع بها على الميت في شيء من مات قامت قيامته بنعمل الصرادق وخمسين سأف وميت سأف ونجيب المقرئ فلان وثلاثة مقرئين ونعمل بقى وليمة كبيرة وكذا وكذا كل هذا لا يعود على الميت بالنفع خلاص الميت مات وأغلق القبر عليه يحاسب على ما قدم كل مرئ بما كسب رهين أنت بقى بتلبس الحتة اللي على الحبل وبتلبس بقى وتقف تاخد العزة وسعيكم مشكور كل ده يعود بالنفع على أهل الميت وليس على الميت طب جبنا ذبيحة ذبحناها ووزعناها على الفقراء هذه تعود بالنفع على الميت تصدقنا بمبلغ من المال على روح المتوفى يعود بالنفع عليه يبقى نفرق بين ما ينفع الميت وما يعود بالنفع على أهل الميت بعض الناس يقول لك أنا ما ينفعش ما أعملش عزة أنا المعزين بتوعي كتير وهيجي لناس من كل البلاد يا سيدي اعمل عزة لا مانع ولا حرج من هذا الأمر لكن أيضا لا تنسى الميت من الصدقات فيعني تحية للي بيعمل كده اللي بيذبح ذبيحة ويوزعها صدقة على روح المتوفى سواء أثناء العزاء أو بعد العزاء أو قبل العزاء لا مانع من هذا وربنا يتقبل ويجعلها صدقة مقبولة إن شاء الله سؤال آخر هل من حق المرأة أن تستشار وتشارك برأيها في أمور الحياة الزوجية يعني الزوجة نشاركها في أمورنا ونسألها ونستشرها أه طبعا وهذا فعال رسول الله ده اللي كان بيعملوا سيدنا النبي كان يستشير زوجاته أمهات المؤمنين وعندنا دليل على كده في صلح الحديبية لما سيدنا النبي خرج هو ومن معه من الصحابة سنة ستة هجرية لأداء العمرة ومنع من دخول مكة فستنا أم سلمة قالت لسيدنا رسول الله يا رسول الله أؤمر الحلاق أن يحلق شعر رأسك واذبح الهديا الذي جئت به فأخذ النبي برأيها سيدنا النبي أخذ برأي السيدة أم سلمة وشاركته في الرأي وكان أمره صلى الله عليه وسلم شورا مع أصحابه ومع زوجاته ألم يقل مولانا له في القرآن فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فيجوز للرجل أن يشارك امرأته في الرأي وأن يشاورها وهذا من هدي النبوة وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم اسأل زوجتك وزوجتك تسألك واستشيروا بعض وتكلم مع أولادك ومع أهل بيتك والأمر شورى بينكم جميعا نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع اللهم أمين